بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات أسعد اللهم وسائكم جميعا بكل خير باسم وباسم شركة أوربكس ورحب بكم مجددا في جلسة بداية الأسبوع والتي تدنى من خلالها تسليط الضوء على حركة زواج العملات في المعادن التمينة ورصد هم الفرص لهذا الأسبوع بمشيئة الله وكالمعتاد نبدأ بمؤشر الدولار مؤشر الدولار لاحظنا في الأسبوع الماضي الإيجابية والإيجابية السائدة على جميع جلسات الأسبوع الماضي أيضا تكلمنا الأسبوع الماضي وقالنا باختراق الثمانة وتسعين رح نشهد إيجابية على مسار مؤشر الدولار وقالنا إن بالحفاظ على السبعة والتسعين فاصلة عشرين لا تزال هناك فرصة للصعود بالفعل أسبوع الماضي تحقق هذا السيناريو وتم اختراق الثمانة وتسعين وتم تحقيق الهدف الثاني ثمانة وتسعين فاصلة ستين واللي واضح تماما أنها بدأت تشكل مقاومة في مسار مؤشر الدولار وهي أيضا كانت الهاي للأسبوع الماضي أيضا نشوف أنه بالحفاظ على مستويات 97.20 واختراق 9.60 رح يستمر السيناريو الإيجابية على مسار المؤشر الدولار وإلى النقطة 99.30 لا تزال المعطيات الإيجابية مثل ما حمد شايفين عندنا قناة سأليا صاعدة وعندنا نموذجين من نماذج الهارمونيك المتداخلين وإيجابيين لذلك نشوف أنه باختراق 8.60 رح نشوف استمرارية للإيجابية في مسار المؤشر وإلى نقطة 99.30 نقدر نقول أنه خلال هذا الأسبوع مؤشر الدولار يتحرك ما بين نطقي الدعم 97.20 والمقاومة 98.60 هذا بالنسبة لمؤشر الدولار لدينا أيضا لاحظنا الأسبوع الماضي نعمل أسفل القناة السارية أو الموجة التصحية أو المستطيل وكان اللول الأسبوع الماضي 49.40 49.40 مثل ما قلنا لها اللول الأسبوع الماضي وشكل دعم نشوف أنه بكسرة 49.40 رح يكون هناك بيع حذر لـ وإلى النقطة 47 ولو تجاوزها رح نشوف 45 لكن لو شفنا دخول مرة أخرى إلى النطاق المستطيل أو القناة السارية أو الموجة التصحية رح نشهد إيجابية لكن ما نستعجل نشوف فريم الساعة ولو تم اختراق 52.30 واللي كانت لهاي الأسبوع الماضي رح يكون للشراء وإلى أهدافنا على الديلي مرة أخرى الـ 54 و الـ 56 ولو تجاوزها رح نشوف أيضا طبعا هذا على اللونج تيرم رح نشوف 59.70 ولو تجاوزها رح نشوف سقف القناة أو سقف الموجة التصحية عند دغطة 64.30 طبعا هذا السيناريو مثل ما قلنا يكمن باختراق 52.30 لكن نعيد ونكرر لو كسر 49.40 رح يكون للبيع وللـ 47 لو تجاوزها رح نشوفه 45 لكن بشرط أن ما يتم اختراق 52.30 هذا بالنسبة لـ US Oil عندنا أيضا الذهب الذهب الأسبوع الماضي كان يتحرك بنطاق ضيق على فريم الـ Daily اللو كان أسبوع الماضي 1547 و هاي الأسبوع الماضي أيضا كان 1579 مثل ما قلنا الذهب يتحرك ما بين نطاق المقاومة 1593 على 4 ساعات لو تم اختراق رح نشوف 1610 ولو تجاوز 1610 رح نشوف 1700 لكن مثل ما حنا شايفين المعطيات كلها حقيقة سلبية نشوف أن هناك قناة سعرية الصعدة والسعر في بداية شهر يناير لا مسق في القناة واللي شكلها مقاومة نشوف أنه بيكسر 1535 على الديلي رح يكون هناك سلبية في مسار الذهب وإلى 1508 ولو تجاوزها رح نشوف الدعم الأهم والأكبر واللي أكثر من مرة يعني نوهنا على هذا الدعم لأهميته وقلنا في حال كسر 1445 رح نشوف 1439 لو تجاوزها رح نشوف 1330 مثل ما قلنا طبعا هذا long term مشروط بيكسر مثل ما قلنا 1535 على 4 ساعات وعلى الديلي 1445 وارفعين نقدر نقول أن الذهب خلال هذا الأسبوع يتحرك ما بين نطاق المقاومة 1593 والدعم 1535 عدنا أيضا الداوت جونز الداوت جونز أيضا وهذه كانت أحد التوصيات على الديلي ومشروطة بيكسر 28150 لو تم كسرها رح تكون الأهداف على يمين الشرط واللي أولها 27570 أيضا تكلم أسبوع الماضي وقلنا أن الرقم 29400 رقم مهم جدا في مسار الداوت جونز واللي لو تم اختلاقها رح نشوف الهدف اللي تكلمنا عنه أكثر من مرة واللي هو 30000 كان هناك محاولة الأسبوع الماضي لاختراق 29400 لكن بقيت محاولات هذا بالنسبة للداوت جونز على الديلي عندنا أيضا كان هناك توصيها على فريم الساعة ومطوحها في القناة وكانت مشروطة بيكسر 29250 تم كسرها الأسبوع الماضي وتم تحقيق الهدف الأول ولاحظنا أيضا سلبية في افتتاح الأسواق وتم تحقيق لغاية الآن 350 نقطة نشوف أن اللو على الساعة أو الدعم على الساعة 28900 لو كسر 28900 على الساعة راح نشوف استمرار في الهبوط على فريم الساعة ولل 28800 لو تجاوز راح نشوف 28600 ولو تجاوز راح نشوف 28350 لكن هذا مثل ما قلنا على الساعة بالنسبة الداو جونز عندنا أيضا ديورو مقابل النيوزلندي وهذه كانت أحدى توصيات الشراء وتم تحقيق الهدف الأول وكان الهاي بعد ما تجاوز الهدف الأول 1.71 واللي تشكل مقاومة حاليا في مسار الزوج نشوف أنه باختراق الواحد فاصلة واحد سبين واحد سبعين راح نشهد استمرارية في الإيجابية على الزوج وإلى هدفنا الثاني عند النقطة 1.72 82 عندنا أيضا الفرنكي سويسري مقابل لين وهذه كانت أيضا أحدى توصيات البيع وكانت مشروطة بكسر 113.17 تم تحقيق الهدف الأول وتم تحقيق الهدف الثاني واضح تماما أن المستويات 111.70 تشكل دعم في مسار الزوج نشوف أنه بكسرها راح نشوف استمرارية بالهبوط وإلى هدفنا الثاني ولو تجاوزها راح نشوف الهدف الرابع بمشاءة الله عندنا أيضا الكندي مقابل الين وهذه كانت أحده أيضا توصيات البيع واللي كانت مشروطة بكسر 83.80 تم تحقيق الهدف الأول وأيضا تبتحقيق الهدف الثاني واضح تماما أن الهدف الثاني يشكل دعم للزوج عند نقطة 81.58 نحن دايما نقول أن توصيات البيع دايما الأهداف عبارة عن دعوم والأكس تماما بالنسبة للتوصيات الشراء عبارة عن مقاومات لذلك ما نستغرب لما نشوف ارتداد من أحد الأهداف بكل بساطة 81.58 هدف ثاني وأيضا دعم نشوف أنه الزوج يستهدف مرة أخرى 81.58 بشرط عدم اختراق الهاي لأسبوع الماضي عند نقطة 82.84 وبيكسر 81.58 واللي هي كانت هدف الثاني راح نشوف مزيد من الهبوط وإلى هدف الثالث عند نقطة 80.80 عندنا أيضا دولار مقابل لأنه هذه كانت احدى توصيات البيع وتم تحقيق الهدف الأول وتم تحقيق الهدف الثاني وتجاوز الهدف الثاني لكن كان هناك ارتداد في تدولات الأسبوع الماضي ونشوف أنه بكسر خط الاتجاه على فريم الساعة بمكانة نلجأ لفريم الساعة ونرسم خط اتجاه وفي حال كسر الدعم عنده النقطة 109.30 رح يكون للبيع لكن بشرط عدم اختراق المقاومة 110 بشرط عدم اختراقها وكسر 109.30 رح يكون للبيع ومرة أخرى إلى أهدافنا الهدف الأول والثاني ولو تجاوزها رح نشوف الهدف الثالث مشأت عندنا أيضا الجليس تريني مقابل الدولار وهذه كانت احدى توصيات البيع الأسبوع الماضي تم تحقيق الهدف الأول وتم تجاوز أيضا الهدف الأول وكان اللول الأسبوع الماضي 1.28 واللي شكل حاليا دعم في مسار الزوج نشوف انه بيكسر ال 1.28 رح نشوف استمرارية للهبوط لهذا الأسبوع وإلى ال 1.27 35 لكن مثل ما قلنا بشرط كسر اللول الأسبوع الماضي واللي يشكل دعم حاليا لمسار الزوج عند النقطة 1.28 80 الدخول كان 1.29 88 ونكون بذلك حققنا حوالي 120 نقطة هذا هذا بالنسبة لجلي مقابل الدولار عندنا أيضا الجلي مقابل ال ين أيضا تكلم الأسبوع الماضي وقلنا أنه رح نشوف ال 141 بالفعل تم تحقيقها وواضح تماما أن الزوج على فريم الأربع ساعات يتحرك في نطاق موجة تصحيحية أو مستطيل ونشوف أنه بيكسر الخط السفلي للمستطيل أيضا رح يكون للبيع طبعا عند النقطة 141 لو تم كسرها رح نشوف سلبية على الزوج وإلى أول الأهداف عند النقطة 139 فاصلة 87 لكن على فريم الساعة أيضا قد يكون هناك فرصة لصعود الزوج مرة أخرى لسقف القناة مثل ما نحن شايفين موجة تصحيحية ما بين المقاومة 140 فاصلة 30 والدعم 141 لكن مثل ما قلنا كسر 141 على الديلي رح يكون هناك سلبية على الزوج ورح يطلع من نطاق القناة السعرية أو الموجة التصحيحية ورح يكون إلى الهدف الأول عند نقطة 139 فاصلة 87 وثمانين عدنا أيضا جريه ستريجي مقابل فرنك سويسري وهذه أيضا كانت احدى توصيات البيع مشروطة بيكسر الواحد فاصلة 26 53 لاحظنا أن الزوج يتحرك على الديلي في الأسبوع الماضي بنطاق ضيق نشوف أن المقاومة هي الواحد فاصلة 27 67 وعندنا الدعم الواحد فاصلة 25 27 لو تم كسر الواحد فاصلة 25 27 راح نشهد أو راح نشهد أو يشهد الزوج سلبية وإلى الهدف 1.24 93 ولو تجي عوزها راح نشوف الواحد فاصلة 23 هذا بالنسبة ل جنيه مقابل السويسري أنه أيضا اليورو مقابل الدولار اليورو مقابل الدولار أيضا تكلمنا الأسبوع الماضي وقلنا أنه عندنا نقطة 1.0991 لو تم كسرها راح نشوف الواحد 09 ولو تجاوزها راح نشوف الواحد أو الدعم الأخير اللي هو عنده نقطة 1.0880 بالفعل تم كسرها الأسبوع الماضي وكان له الأسبوع الماضي الواحد فاصلة 09 40 ما راح نشهد إيجابية حقيقة على الزوج إلا باختراق الواحد فاصلة 10 94 عندنا أيضا لو نلاحظ هناك نموذج بالنماذج الهارمونيك عندنا نموذج الشارك مثل ما احنا شايفين وطبعا هذا نموذج إيجابي ما راح نستعجل بالدخول بكل بساطة راح نرسم خط اتجاه على فريم الساعة ونشوف إنه لو تجاوز الواحد فاصلة 00977 راح يكون للشراء وإلى الواحد فاصلة 10 94 ولو تجاوزها نرجع مرة ثانية على فريم الديلي وراح نلاحظ إنه تم أو راح يدخل في نطاق القناة السعرية مرة أخرى وراح تكون طبعا هذه إيجابية في حركة الزوج وعلى اللونغ تير ممكن نشوف الواحد فاصلة 12 37 لو تجاوزها راح نشوف الهدف الأبعد عند النقطة 1 فاصلة 14 طبعا هذا السيناريو قائم بشرط عدم كسر اللو للأسبوع الماضي وللو تم كسرة راح نشوف الواحد فاصلة 088 هذا بالنسبة لليورو مقابل الدولار أيضا اليورو مقابل جنيه السترليني طبعا زوج يتحرك في نطاق ضيق وطبعا احنا حاطين سعر وقلنا ما راح نشوف إيجابية على الزوج إلا باختراق 0.85 97 مناطق الشراء باختراق 0.85 97 لو تم اختراقها راح يكون وقف خسارتنا الدعم 0.83 80 لكن ما قلنا بشرط اختراق 0.85 97 وتم اختراق راح كل الشراء وإلى الاهداف الموضحة على يمين الشرط واللي اولها 0.86 80 عندنا ايضا الدولار مقابل الليرة التركية الدولار مقابل الليرة التركية ايضا تكلمنا لالسبوع الماضي وقلنا انه هناك مقاومة في مسار الزوج عند نقطة 5.88 77 وباختراقها راح نشهد الاستمرار الايجابية على الزوج وطبيعة الحال سلبية على الليرة التركية وقلنا راح يستهدف باختراق الـ 5.88 77 باختراقها راح يستهدف هدفنا القادم عند النقطة 6.51 50 ولو تجاوزها راح تشوف الهدف الابعد عند النقطة 6.24 كان هناك ايجابية واضحة في تدولات الاسبوع الماضي على الزوج ونشوف انه هناك محاولات الاستمرارية على هذا النحو نشوف انه باختراق الـ هاي للأسبوع الماضي عند النقطة 6.024 راح نشهد ايجابية على الزوج وإلى 6.11 50 مع الزوج الدولار مقابل الليرة التركية كان هذا اخر الازواج في جولتنا لهذا الاسبوع مع 8 زملاء من فرق شركة اوربيكس باسبوع موفق وميل الارضاح بمشيئة الله